كل لما أشوف المشاهد دي أحس إنه هذه الحرب والإبادة من أجل شعب بقاله فوق 75 عام بيحاول يرجع أرضه تخيلوا يعني إبادة وقتل وحروب واستشهاد ومقاومة وانتفاضات ولم يتوقف المحتل الغاشم أبدا عن قتل الأبرياء طول الوقت مفيش خلاف على إن الحرب على غزة لها تأثيرات كبيرة جدا على الاقتصاد العالم واقتصاد المنطقة أكيد بالتبعية الاقتصاد المصري أكيد كمان الشرق الأوسط زي ما أنتم شايفين والصورة بتقولوا فكروا معايا من خلال الصورة الشرق الأوسط منطقة محورية للعالم كله بالثروات اللي موجود فيها وموقعه الاستراتيجي أيضا اقتصاد الحرب أمر كمان مش سهل إحنا الحقيقة شفنا بنفسنا وتابعنا هنا في هذا البرنامج الكثير من الكلام عن التأثر بتاع الاقتصاد العالم كله نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية على العالم فما بالنا بحرب في الشرق الأوسط في خلال شهور احنا ما زلنا على فكرة الحرب أو الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت موجودة يعني ما زلنا فيه تبعيات الأزمة اللي كانت موجودة ما بين أوكرانيا وروسيا ولكن في أقل من شهور زي ما انتم عارفين منذ 7 أكتوبر واندلعت الاكتياح الموجود في غزة والحرب اللي احنا بنشوفها والصور اللي حضراتكم بتتبعوها فطورة كبيرة جدا فطورة خلينا نعرف تفاصيلها هتكون عاملة زي اسمحوا لي أرحب بضيف الاقتصادي دكتور مصطفى بدرام مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فنم ازاي حضرتك؟ الحمد لله يعني أنا لسه سمع صوتك وإحنا بنتكلم مع بعض عن الأزمة الأوكرانية الروسية والحرب والاقتصاد وما حدث نتيجة هذه الأزمة طيب إحنا الآن في أزمة أكبر وخصوصا أن إحنا كمان مصر لو بنتكلم إحنا دول جوار دول على الحدود دول كمان لنا دور يعني إحنا مش مجرد دولة موجودة على الجوار بلا دور لا إحنا دولة لها دور كبير ومحوري كمان في هذه القضية المؤشرات الأولى بتقول إيه في هذا التأثير على الاقتصاد؟ أولا بتشرف أني أكون مع حضرتك ويعني ربنا يرحم كل شهداء فلسطين وكل شهداء الوطن العربي وإن شاء الله يا ربي يزيح عننا هذه الغمة يعني اللي استحكمت فيه الوطن العربي خليني أوصف مع حضرتك كده سريعا كليها الشرف زي ما حضرتك تفضلتي وقلتلك أن الحرب الروسية الأوكرانية هتأثر على اقتصادات العالم والأسف وضع الاقتصاد العالمي في يعني زي ما بسمى كده على المحك ليه؟ لأن التوقعات وهنبتدي من الآخر مش من الأول أن العام الجاي 20-24 احتمالية يكون فيه رقود عالمي هيتأثر به العالم أجمع ده بسبب جائحة كورونا ثم امتدت ليه الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم وارتفاع مستوات أسعار الفايدة فما بالك بقى ببؤرة الحدث يكون جزء منها موجود عندنا في الوطن العربي نوصف لجمهورنا الكريم إحنا لسه ما خرجناش من أزمة ليبيا عشان الناس ما تنساش لسه مشتعلة حتى وقتنا الحالي دول أشقائنا برضو في الجهة الغربية مظبوط دول عمل لنا مشاكل في أن للأسف التدعيات الاقتصادية بالنسبة لهم وبالنسبة لنا مؤثر علينا لسه لم نفوق من أزمة موجودة مع أشقائنا في السودان وعندهم أزمة في صراع داخل السودان بنصح في يوم 7 أكتوبر اللي فات بنلاقي أن في تدعيات للحرب اشتعلت في قلب فلسطين مين السبب؟ مين الحكاية؟ ده مش اختصاصي ولكن في ظل الأزمة دي فندم النهاردة 7 أكتوبر في نفس اليوم البرصات في العالم كلها ارتفعت واحد برصة البترول فخليني أنا حكتب وراء حضرتك في حل الفاتورة فأحنا هنبدأ الفاتورة بأنه ارتفاع أسعار البترول ده إنعكاسه على المستوى العالمي ثم هعكس على المستوى المحلي اللي هو المصر وطبعا يا فندم لحق بيه الغاز أكيد طبعا لحق بيهم أسعار النقل في العالم أكيد لحق بيهم كمان أسعار كل السلع والمحاصيل الزراعية تمام وده النهاردة اللي بيدي مؤشر للتخوف العالم إن إحنا النهاردة لما ارتفع الأسعار دي كلها بيحصل انكماش في الأوضاع الاقتصادية وفاتورة الموازنة بتاعت كل دولة للأسف بتتحمل تدعيات هذه الأمور يعني إيه بمنطقة البساطة يعني الدولة المصرية النهاردة كانت حسبة برميل البترول بـ 80 دولار صحيح النهاردة لما يوصل برميل البترول لمية أو مية وعشرين أو مية وثلاتين أكثر أو أقل من ذلك مين هيتحملوا فاندي؟ صحيح هيتحملوا الدولة المصرية هيكون تدعياته على المواطن المصري ده منطقة البساطة خالص النهاردة لما يكون فيه أزمة في الوطن العربي النهاردة أول حاجة السياحة بتخرج من المنطقة كلها بما فيهم إسرائيل طبعا طب النهاردة الأحداث التي ترى فيها والإعلام وقالت الإعلام العالمي الحرب في إسرائيل وعايزين مش عارف إيه في فلسطين والشرق الأوسط كد لك وعلى طول بيعنون المسألة ويقول لك الشرق الأوسط